السلام عليكم ورحمة الله كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير انتموا والاهل والاحباب ديالكم مرحبا بكم معي في كانت كاتي تيفي اليوم باذن الله جايب لكم واحد الوصفة الشعبية بزاف بالنسبة لايطاليا وهي الاصل ديالها من ايطاليا غادي نتعرف اليوم على البيتزا الناس كلها كتعرفها ولكن غادي نتعرف على الاصل الاصول وباقي الجهادات على حساب كل شخص وكل البلد وخليكم معايم تبشيوش بالي منسبة المقادر العجينة فهي سهلة جدا محتاجين ربعة الكسن ديال الطقيق او مايو عادي نص كيلو زائد شوية عليه محتاجين معلقة ديال الخامير الفورية معلقة صغيرة ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال حليب بودرة وشوية ديال ثانيدة ومحتاجين كذلك التنسيم ثلاثة المعلقة ديال زيت الزيتون وواحد شوية ديال الزعتر بالنسبة لهد الكاس اللي كتشوفو فانا غادي ناخدو غادي ندير فيه الخميرة على جنب وغادي نحط فيه سكر ونخوي عليهم المدافي ونخليهم نخمروا على جنب ونبعض غادي نعجين عادي نستمر في العجين ديالي العجينة كتبغي تبلك مزيان عجينها عادية بحال ديت الخفز غادي نبلكوها مزيان ونبعض نخليوها ترتاح على جنب حتى تخمر وغادي نوريكم شنو غادي نديروا لها لا بالنسبة لهد الكيميه اللي عطيتكم فهي كتخرج ما شاء الله كتخرج جوج ديال البيتزيت نقولوا متوسطين او لوحدة كبيرة وحدة صغيرة كتجي شيشة العجينة بومبي ما كتجيش قاسحة كتجي زوينة خامرة وبومبي والطعم ديال هال ديد بزعف بقوا معايا شكرا 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 بالنسبة للسلسة غدين سوابوا سلسة ديال الدار معتبرة ومفيدة وصحية الاطفال والناس كل شي محتاجين هنا واحد نص كيلو تقريبا ديال طماطب حمرة مزيان نعصرتها ومحتاجين واحد ربعة الفصوص يكونوا شوية كبار ديال التومة قطعتهم الرقاق محتاجين هنا شوية الكمون شوية ديال البزار شوية ديال الملح شوية ديال الثاني ده باش نعادلوا دك لوغو ديال الطماطم وواحد القريصة ديال السودانية اللي بغا اللي مبغاش يعني كيبقى على حسب لوغو ديالك ومحتاجين شوية ديال الزيت العادية وطبعا السمنة بالزعتر غدين نحتاجوا حتى شوية الزعتر صافياتي اللي محتاجين سهل طريقة سهلة جدا غناخدوا التوم هنحطوا عليه شوية زيت ونخليه على النار حتى يصفار ينفوا يصفار غدين نضيف عليه الصلصة والتوابل وصافيه نغطى عليهم نخليهم على النار حتى تنشف هنا بالنسبة للحشوة ديال البيتزا فعلى حسب اللي موجود في الدار عندك والحسب اللي كين عندك بالنسبة لي انا هنا انا محتاجة الصلصة الصلصة هيا كيفاش كشفتوها كيفاش خرجت كان صوبها في الدار كتجي غزال احسن من ديال بره وصحية ملديدة كتنسمية بدك شي اللي بغيتي محتاجة هنا انا جبت البستيرما اللي هو اللحم المجفف او المدخن ممكن تستعملي اي حاجة عندك الدجاج حوت بقايا ديال الدجاج بقايا ديال اللحوم اي حاجة ممكن استعملي كذلك الكاشير ممكن استعملي غب الفقوماج يعني ممكن تكتفي بكفتا اي حاجة عندك وعندي هنا ايا الفلفل الوين عندي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وهذه هي العجينة من بعد ما خمرت كيتدعف الحجم ديالها كيف كتشوفو ارتباء وزوينة وغزالة غادي ندهنو يدينا بشوية زيت وغا نقسموها على جوش كواري هنا من بعد ما قسمت العجينة على جوش كنفردها على الطاوة اللي غادي تدخل الفرن مباشرة ومن بعد كانت تكوها مزيان بالشوكة باش ما تطلعش لناحية فيها الخميرة غادي تخمر اوتوماتيك مو فاحنا خصنا نتكوها باش ما تتخمرش باش ما نعطري واش دك النفس انها تطلع الفوق اوصافي وغادي نصوب الحشو براحتي اهم حاجة لبس ديال البيزا هو العجينة ثم الاسوس وما باقي المكونات كتبقى اختياري على حساب اللي عندك الموجود اللي عندك على حساب دوق كل واحد وانستمر في هالطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكيف كتشفوا؟ معها احنا صوب ندفها جوش ديال بيتزيت وحدة شفتوها معنا وبتانية اه قدرت فيها البستيرما او اللحم المدخن او المجفف اه كيف كنت لكم هاد العجينة كذا عطينا هاد المقادر ديال هاد العجينة كي يعطيونا جوش ديال بيتزيت وحدة صغيرة وحدة كبيرة او جوش متوسطين وهنا ما بقاليا الا ندخلهم الفران ونرجع لكم في طبق تقديم ان شاء الله باذني الله وهدا هو الشكل نهائي ديال الطبق ديالنا بصحة والراحة بيتزاك تجي غزالة غزالة بزاف كي حماقو على الكبار والصغر وصلنا النهاية الفيديو ديالنا ما بقاليا الا نبول لكم ما تنساوش اللي شاف الفيديو ديالي واجبو ما تنساونيش بلا زابوني ديالكم وبتسجيل الاعجاب والتعليقات اللي كان فرح بها بزاف وكيحفزوني باش نزيد القدام والسلام عليكم في انتظار فيديو تاني ان شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة